اهلا بحضراتكم من جديد طبعا مستمرين في حديثنا عن المؤتمر الاقتصادي اللي بدأت فعلياته مبارح تحت عنوان خارطة طريق الاقتصاد وطني أكثر تنافسية وده كان بحضور سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدمولي والمؤتمر بيناقش أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من قبال الاقتصاديين والمفاكرين والخبراء المتخصصين خلينا نتكلم أكثر عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادي مع ضيفنا اللي بنواردنا النهاردة في الستوديو دكتور عمر صالح مستشار البنك الدولي الصباح الخير على حضرتك صباح الخير عليك ورحمة الله يمكن الناس تبعيز تعرف مؤتمر الاقتصادي بهذا الحجم بحضور سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وتمثيل الحكومة المصرية ونخبة من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين أهمية ده إيه؟ أهمية ده دلوقت إيه؟ طبعا أزمة اقتصادية عالمية ومصر جزء من هذه الأزمة صحيح شوفينا احنا النهاردة 23 أو 24 أكتوبر 22 أو 22 كلمتي بعد الأزمة بعد الأزمة بستوشر أنا أعتبر 23 أكتوبر أعلى مفارقة في مصار الإصلاح الاقتصادي المصري ليه؟ لأنك عندك مؤشرات اقتصادية وانسألتي ليه المؤتمر الاقتصادي وهمية هذا المؤتمر عندناك مؤشرات اقتصادية جيدة جدا عندنا أداء اقتصادي قوي كان لسه مفاوضاتنا مع صندوق النائد الدولي أو الأمس أو من 3 أربعة تيام صندوق النائد الدولي وافع على قرض ووافع على قرض ومعناها أنك أنت عندك ملاقة مالية وتضالي أنك تستمر مع مؤسسات دي لاته جامل ساندر ربور أمس أعطت تصنيب بي بلس للإقتصاد المصري ستيبل مستقر ما معناها أنت دولة عندك جدارة مالية طب ليه هذا المؤتمر؟ أنا أقول ليه المؤتمر أو أكتوبر 20-22 علامة فارقة ليه لأن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بعد كورونا إحنا كنا من 18 دولة على مستوى العالم اللي حققت نسبة نمو بصدف أو موجة وده نقطة مهمة جدا 18 دولة 18 دولة فقط مصر ما بينهم دليل عن أن أنت كان عندك مش عايز أقول أداء قوي لكن عندك قوة كان عندك فيجن كان فيه قوة اقتصادية كان فيه إرادة أنك أنت تستمري رغم الأزمات الاقتصادية النهاردة التحديات كبيرة جدا أزمة كوفيد نصح منهم فجأة نلاقي أزمة كوفيد بعدها بسنة نلاقي الأزمة الأوكرانية وأنا قلت هذا الكلام من قبل إحنا نعيش اليوم في عصر الأنسورتينتي الأنسورتينتي مهما كان قوتك مهما كان قوتك هتتعرضي الأزمات أمريكا وصلت تدخم فيها إلى 8-9% فرنسا وإنجلترا شفنا من أسابيع فرنسا وإنجلترا اللي عندهم أكبر شركات بترول على مستوى العالم شيلو وتوتال الفرنساوين في باريس في شانزيليزي ولا في فاندوم في فاندوم والشانزيليزي وفي الشوارع باريس الرئيسية الفرنسيين وقفين على مش بس اعتراض على حتى محطات البترول على محطات البنزيل واعتراضات في الشوارع ولسه اليوم صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي بتوقع مستقبل مزلم لأوروبا خلال 2023 و2024 إذن إحنا بنعيش وأنا أقول هذا الكلام يعني قلتم في كثير من المواضع الاقتصاد حرب الاقتصاد حرب وإحنا تعرضنا لحروب وما زلنا نتعرض لحروب ومنذ يعني بدء الخليقة هذه الدولة تتعرض لحروب في رباط اليوم الدين صح؟ مش ده كلام اللي بيتقال في قرآننا وفي السنة سنظل في رباط اليوم الدين هذا الشعب يتعرض لتحديات إذن الرؤية الاستراتيجية بتاعتنا وده يمكن اللي لم يخفله السيد الرئيس منذ أن وصل إلى الحكم إن إحنا عندنا تحديات وتفتكر يا محمد تفتكر معي لما في 2013 و14 لما كان سيد الرئيس يشد على يدي ويقول يا مصريين اتحدوا إحنا في موضع صعب وقيادة سيد الرئيس وهي نفس الكلمة بالمناسبة بتتكرر في كل مناسبة حتى بالأمس برضو لماذا؟ هذه التحديات مش هنعديها غير بتكاتف ليه حكومة مع الشعب طب ليه أنا متوازل السؤال بتاعك ده ليه لأن في اكتاب الاقتصاد أي بوليس ريفورم أو أي سلاح اقتصادي أو أي إدارة اقتصادية أو أي طفرة عايز تعملها ما تقدرش تعملها لوحدك لازم معاك في اكتاب الاقتصاد مسلس الإدارة الاقتصادية تلاتة الدولة الدولة الحكومة القطاع الخاص المجتمع المادي المستهلكين اللي هو ما إحنا المجتمع الأهلي إحنا فإذن هذا المسلس لازم يشتغل مع بعضه الحكومة مش تطورة تعمل كل حاجة الحقيقة لما بص على الاقتصاد المصري أو أداء الحكومي خلال 8 سنوات هنلاقي حقيقة تعزيز قدرة مالية كبيرة جدا تثبيت هيكالي توفير سيولة مالية ونقدية حتى قلنا المئة مليار أيام الكوفيد مينجت والناس يقول لك وكان في بعض الدوار اللي طبعا اللي احنا عارفينها الفلوس طلعت فجأة منين مئة مليار منين مئة مليار لولا أنه عندنا برنامج إصلاح اقتصادي قوي وده نقطة مهمة عندنا رؤية وعندنا قيادة عندها خبرة وتاريخ في الأزمات وده نقطة أنا أكد عليها مبين قصيا عندنا قيادة لديها خبرة وتاريخ في الأزمات يعني مش قيادة يعني يعني عادية ولا قيادة وده تجلى مثلا في أزمة زي كورونا شفنا في كل قطاعات قيادة عارفة عن هي أزمات وبالتالي الرؤية الاستراتيجية لمصر يعني حتى الصوامع ممضوع الصوامع الرمال السوداء عندنا قيادة تعرف ما معنى الأزمة وما معنى التحدي فإذا احنا اشتغلنا كويس ووفرنا المئة مليار عملنا دعم للقطاع الخاص للمرأة المعينة للمصدرين توفير البنية التحتية البنية الرقامية دعم القطاع الخاص الصحة والتعليم اشتغلنا كويس لكن هذا لا يعني هذا لا يعني أنك أنت هتستمر إلى ملا نهاية في هذا الأداء لكن دي دكتور لكن دي اللي معمول عشانها المؤتمر طبعا بالزبط لو إحنا فين دلوقتي إيه اللي عملناه وإيه اللي إحنا ماشيين فيه وإيه اللي مفروض نعمله إيه تحدياتنا وأعتقد أن كان فيه مكشفة لكل الناس مبارح بكل حد بالأرقام تاني أنا هارجع لكتاب الاقتصاد مفيش إصلاح اقتصادي إلا لو عندك تلات حاجات البطل القاد الذي يقود الرؤية والتوافق التوافق المجتمعي سيد الرئيس أكد على التوافق المجتمع وأنا قلت من أول يوم قال يا مصريين اتحدون وما تخليش حد يدخل افتكر الكلام فاكر 2013-2014 كلنا يعني عصرنا لهذا يا مصريين ما تخليش حد يدخل ما بينكم اتحدون وكان هناك محاولات للتفرقة بين المسيح والمسلم الغني والفقير أعتقد الكلمة دي كانت في الكاتدرائية ومازال وزكاء جدا من سيد الرئيس يروح الكاتدرائية وأطياف الشعب وينزل مع الفلاحين ومع العمال وفي الشارع يعني دي محاولة من القائد الشامبيون أنه هو يلم الناس ودي نقطة مهمة جدا وهناك زكاء لأن أي إدارة ما تدرش تشتغل واحدك كمدير يعني أنت لو قاعد في المكتب بتاعك وبتدي قرارات ما حدش ينفذ لكن حب الناس ودي نقطة مهمة في الإدارة لأن الإدارة فن بالمناسب الإدارة ليست قرارات وقلم إدارة فن كيف يمكن أن تجمع الناس حولها قضية معينة وأنت عندك الشامبيون وعندك الفيجن عندك الرؤية والحقيقة لدينا قادة في السياسات المالية والسياسات النقدية كان عندنا محافظة بانك مركزي قدير جيل أستاذ حسن عبد الله شخصية قديرة جدا فعندك ناس ودي نقطة اللي دايما بقولها عندك رجالة رجالة في مصر أحفاد 73 ما زالوا موجودين عندك رجالة في مصر عارفين يشتغلوا إزاي وعندك الشارع والتوافق الشعبي هو ده اللي محتاجين إن احنا يعني نتكي عليه شوية وعشان كده النهاردة هذا المؤتمر يا محمد سؤالك لماذا هذا المؤتمر لأن أنت ما تقدرش أنك أنت تشتغل إلا لما يكون الناس كلها حواليك أنا بدي مثال على مبنى الإزاع والتلفزيون وإحنا داخلين لو رئيس المبنى أو رئيس الجهاز بيطلع قرارات والناس مش حب القرارات أو مش فهم القرارات أو ما بتشتغلش معاك بيبقى قرارات دي على الورق مالهاش لازم حالة المشاركة اللي موجودة داخل المؤتمر وجود كل المتخصصين في المناحي الاقتصادية ده بيعزز أكيد من القرارات اللي هتخرب من هذا المؤتمر أكيد وبذات أنا كلمت على الشامبيون أو على حاجة اسمها بسمية الإرادة السياسية عندنا إرادة سياسية فأن نرى رئيس جمهورية ينادي بالمؤتمر يحضر المؤتمر يحضر الجلاسات يتحدث أمام الإعلام بكلمات رائعة دعنا نختلف دعنا نتشاور المعارضة تكون موجودة الرأي والرأي الآخر يعني يعني كلام يعني طالع من أولا طالع من القلب ودي نقطة مهمة نقطة الماركتينج أن رئيس جمهورية ودولة رئيس وزراء موجودين وبيسمعوا الناس أمام الإعلام العالمي والإعلام المحلي الدولية فوق الواحد وعشرين وعشرين مؤسسة أو جهة محلية ودولية خبراء موجودين راون تيبلز موجودة عشان كده نقول حالة من المكشفة والمصارحة مستمرة حتى من بعد الحوار الوطن بالضبط فإحنا محتاجين وعلى فكرة ده مش يعني خلينا نقول نقطة مهمة برضو أنتوا عارفين بعض الدوائل اللي بتتحدث عن أزمة ومش أزمة والدولة ومشاكل في الدولة ومحاولة إنقاذ يا جبعة إحنا في الاقتصاد يعني راجل يعني بقى لي 25 سنة باشتغل في التخطيط الاقتصادي أنت لو بتعمل تخطيط الاقتصادي كل فترة لازم تعمل ريفيو بتعمل مراجعة حتى البنك الدولي يعني اشتغلت في البنك الدولي وفي صندوق النقد صندوق النقد نفسه صندوق النقد نفسه المؤسسة الدولية بتعمل حاجة اسمها ميشن ريفيو ميشن ريفيو يعني إبعثات لمراجعة البنك الدولي نفسه بيراجع المؤشرات. يعني ممكن دكتور هذي المؤسسات الكبرى تجري تعديلات على خطة كما عملينها بكده. انا مش بنسمع انتم مش بتسمعوا يا شباب يقولك معدل النمو توقعاتنا كذا وبعين راجعنا. مش بتسمعوا كلمة راجعنا معدل نمو. يعني ايه راجعنا. يعني احنا قلنا كذا. بس والله احنا شفنا. احنا شفنا ان ممكن يتغير. وبعدها بستة وشر يقولك مش بستة وش تلت وشر حتى بقول شهر. فاذا عملية الريفيو. عملية المراجعة. وفق المتغيرات على الارض. طبعا عملية المراجعة النهاردة شيء عادي ومطلوب. فالنهاردة هذا المؤتمر يأتي. بس هو المراجعة بتتم بميل الوزراء والمستشارين داخل الاروخة الحكومية. كل وزارة بتعمل مراجعة للمؤشرات. والسيد الرئيس انا وانا اعلم هذا الكلام. بيتابع يوميا واسبوعيا مؤشرات. ودولة رئيس الوزراء يتابع المؤشرات. لكن احنا محتاجين مراجعة اكبر. مراجعة مع الناس. يبقى فيه انكشاف. وفيه صراحة وفيه شفافية ان احنا نراجع كلنا وقول احنا فيه؟ فعملية المراجعة دي عملية اساسية. وخلي بالك حتى التنافسية. احنا كنا زمان في الكلية ان ندرس المنافسة. ناعدد بنترس النفسية عا którzy تنافسية. يهيه الفرن ما بين hamburger و تنافسية. المنافسة الي انا أنا بنافس ناس. لكن التنافسية أنه بنافس نفسي. لان زي كنت النهاردة الفرن عملت تمانية من عشرة. رائع. خطير. ستة في المية نمو اللي جنبية هيعمل 7% وبعدية هيعمل 8% فأنا بدل ما كنت في المركز التاني أو التالت لأنه عمل 6% بقيت في الرابع والخامس لأن اللي بعادية عمل 7% واللي بعادية عمل الكلام ده مش في عشر سنين احنا بنتكلم على سنويا فإذا وانا برجع على هذا الكلام اقوله هل احنا محتاجين سياسات جديدة الناس قاعدة في البيت مرتاحة وتتفرج على التلفزيون وعلى المسلسلات لكن لازم نعرف نحن في حرب الحرب الروسية الأوكرانية يا شباب الحرب الروسية الأوكرانية مش حرب عسكرية فيها ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار الحبوب عقوبات اقتصادية على روسيا اخراج روسيا من نظام الروبل والدولار كلها اقتصاد الحرب أساسها سيطارة روسيا بغض نظر عن المكاسب التاريخية والوضع التاريخي عروض على انتاج الحبوب في أوكرانيا والجزيرة القرم اللي فيها الغاز اللي فيها 13 تريليون متر مكعم منها الغاز فالنهاردة الحروب حروب اقتصاد وتدمير دولة وحشوفنا طبعا في 2011 وحشوفنا التجربة يعني كلنا عشناها أعرفش أنتم كنتم يعني أظهر شوية لكن احنا عشنا التجربة وحشوفنا دولة بتسقط بالواتساب فالنهاردة الحروب الحروب لم تعد حروب عسكرية النهاردة الحروب أصبحت حروب خبيثة حروب اقتصادية وحروب نفسية وحروب اجتماعية فأنا بقول يعني في إطار هذا المؤتمر وفي إطار نرش الوعي لشبابنا والناسنا أن احنا في حرب وسنظل ربنا سبحانه وتعالى في رباط إلى يوم الدين طب احنا محتاجين ايه يا دكتور؟ ما هو المؤتمر ده بعمل عشان نعرف احنا محتاجين ايه احنا محتاجين ايه نقول احنا عملنا ايه وبعدين احنا محتاجين احنا ليه بنعمل الكلام ده احنا أداءنا الحكومي قوي جدا طيما قلت توفير سيولة مالية للقطاع الخاص والمتضررين والمنتجين والمصدرين اصلاح حيكالي فيه اصلاح فيه النظام المصرفي شوفنا الحقيقة فيه طفرة فيه النظام المصرفي بنك مصر والبنك القادي والبنوك الوطنية الحقيقة فيه طفرة البنية التحتية كلنا نختلف عليها يعني فيه طفرة في البنية التحتية طبعا مش بس الطرق والكباري لكن الأتمام الحكومية عندنا مناطق صناعية بتتعامل عندنا الصحة والتعليم الصحة والتعليم فيها مجهود وفروس كتير قوي احنا محتاجين ايه نتكلم بصراحة مجتمع المستثمرين على وجه التحديد والقطاع الخاص علشان يعني ياخد دوره في مسألة الصناعة والنهوض بالقطاع الصناعة نتكلم بصراحة الدولة بازلت مجهود جبار وإحنا يعني نجي للسبعينات والثمينات شايفين مصر على مدار التلاتين سنة الأخيرة طفرة لا أحد ينكر أن فيه طفرة حصلت ولوله هذه الطفرة كان حصل كلسة وانفجار في البلد لأن فيه أشياء تمت في تلاتة أربع سنين ما تمتش في تلاتين سنة طيب سؤالك جميل إحنا محتاجين إيه سؤالك يا محمد إحنا محتاجين إيه إحنا عملنا كثير جدا والحكومة عملت كثير جدا بقولك الدعم الإنفاق الحكومي النصيب الفرد متوسط الفرد من الإنفاق الحكومي وأنا شفت البرزنتيش بتاعة وزارة التخطيط رائعة وفيها كثير من المصرحة نصيب الفرد من المتوسط الإنفاق الحكومي بس خلي بالك من الكلام اللي أنا هقوله يمكن يكون صديا يعني يتون من الإنفاق الحكومي عالي عالي بشكل رهيب إحنا محتاجين متوسط نصيب الفرد من القطاع الخاص من الإنفاق الخاص يكون أعلى طب بمعنى إيه طيب الحكومة عملت كثير من الجهد اللي أنا بعتبره مخلص وشق إحنا محتاجين نفتح المجال وبقولها بشكل صريح وبدون خوف ومكشفة محتاجين نفتح المجال أكتر هتقول لي هو إحنا ما عندناش قطاع خاص أو القطاع خاص ما بيشارك بس محتاجين نفتح الباب ليه نفتح الباب؟ لأنه عندنا طاقة رهيبة عندنا قطاع خاص عندنا الشعب مصري عنده طاقة رهيبة ودولة رئيس الوزراء تحدث كثيرا عن الاقتصاد الموازي وإن إحنا عايزين ندخل الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الحقيقي ده معنى إيه؟ معنى أنت عندك طاقة مش مستغلة مستخبية مستخبية طب أنت مستخبي ليه؟ أنت حرامي؟ لا أنا مش حرامي طب أنت ليه مستخبي؟ ما أنت بتنتج مش عارف أدخل إزاي مش لاقي الطريقة الحلوة أنا هكلم بقى بسلوب بسيط يعني أسيب بقى من ناحية الاقتصادية الطريقة الحلوة مش لاقي الطريقة الحلوة أنا بحط نفسي مكان الشاب اللي واقف على الشارع بيحاول يبيع سجاير بحط نفسي مكان الست اللي عايزة تعمل كشك كشك في منطقة اللي عايزة تبيع خضار مش لاقي الطريقة الحلوة اللي اتدخلني السوق يعني بدل ملاقي مجموعة ولازم هذا النموذج اللي أنا بقوله ده يتعمم لما لاقي مجموعة من التجار المتنقلين في منطقة بدأ ما شيلهم أعمل لهم سوق أعمل لهم سوق وهذا التجربة أو هذا النموذج مفهوظ ما يبقاش في محافظة ولا في منطقة لا ده يبقى اتجاه عام صحيح هو احنا عملنا بالمناسبة أسواق محتاجين تقصد حضراتك لن احنا نزود محتاجين سوق محتاجين هقول حاجة اسمها مثلا هيئة الأسواق العشوائية هيئة هيئة وظفتها مش مبادرة ولا مبادرتين أنا مش عايز مبادرات مفهوم أنا عايز تنظم الأسواق في المحافظات كل المناطق أنا عايز راجل ياخد الشغلانة دي ويشتغلها لمدة سنتين ثلاثة خد يا محمد اعملي هيئة الأسواق العشوائية يبقى مهمة محمد ينزل للمناطق كل ما يلاقي منطقة فيها أسواق عشوائية ياخد الجماعة دول يحطهم في منطقة عندنا منطقة مثلا جهة منظمة لعمل تنظيم فإحنا محتاجين إن إحنا نفتح المجال مش عايزين كلام وشعارات عايزين نفتح المجال شوية للقطاع الخاص طب يعني إيه يعني خلينا أقول النقطة دي النقطة دي هي دي إنقاذ مصر يعني ما فيش دولة هتشتغل إلا لو فيها شغل وإنتاج مين اللي هينتج الحكومة الحكومة مش وظيفة الإنتاج القطاع الخاص هو اللي بينتج الحكومة بتهيأ دايما نقول الحكومة ريجليتر زي الأب كده حارك بتذاكر عن ابنك بتذاكر عن بنتك ما بتذاكريش بتقول له زاكر لكن ما بتذاكريش أنت بتهيأي له البيئة وهو يذاكر من بنا تحتية وخلاب وده تم هو ريجليتر النهاردة القطاع الخاص محتاج إيه علشان يدخل الدولة ريجليتر يعني منظم القطاع الخاص يدخل إزاي دايما بقول أفتح شوية أنا قلت تاني حاية كلامي أنا عندي طاقة شبابية وطاقة إنتاجية ومصر عندها طاقة وبنشوف شبابنا لما بيطلعوا في الخارج بينجحوا وبينبغوا أنا مش عايز أقول كندا فيها أكبر عدد من رؤساء الجامعات والدينز مصريين مش بس مصريين عمداء كليات يعني زويل وا 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 لسه جاي من الإمارات دبي مستشارين كلهم مصريين مستشارين في دبي اللي بانوا دبي وابوظبي مصريين اللي بانوا السعودية والكويت مصريين اللي بانوا حاجة كتير في العالم مصري ده يعني أننا عندنا الطاقة سيد الرئيس والحكومة تعلم هذا فإحنا محتاجين أن القوة اللي موجودة عند القيادة السياسية وهي دي مشكلتنا القوة اللي موجودة عند القيادة السياسية تنزل تحت وانا دام بيقول المشكلة ليست في الطبقة الحاكمة لكن مشكلة في الطبقة الوسطى والطبقة المنفذة محتاجين ناس مش بيروقراطيين محتاجين ناس يكسروا الحديد محتاجين ناس عندهم تجارب وينقلوا هذه التجربة وديهم وديهم أخبروا لي يا دكتور عمر عشان إحنا عندنا القوة البشرية الهائلة عندنا الموارد والأفكار وعندنا القطاع الخاص فمحتاجين عملية نظامية يدخلوا فيها ومن ثم هنسمع عجابة حضرتك لكن نستأذنك من الروح لفاصل مش هدين نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور عمر صالح مستشار البنك الدولي السابق لسه مكملين كلامنا مع حضرتكو عن فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 عند الجلسات اللي حصلت مبارح والجلسات اللي هتحصل النهاردة وبكرة إن شاء الله كمان وكنا بنتكلم مع دكتور عمر صالح مستشار البنك الدولي السابق اللي منوارنا في الاستوديو عن التحديات قبل ما نروح فاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن التحديات وقلنا نحن عندنا قوة بشرية هائلة وطاقة عظيمة وزي ما قلنا نحن محققين نجاحات كبيرة جدا برا كمان عندنا الموارد الطبيعية اللي موجودة في الدولة عندنا الأفكار عندنا المشاريع عندنا دراسات الجدوى لمشاريع بالفعل الدولة عملتها وعندنا القطاع الخاص باستثماراته إيه اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا أن يكون في حراك حكومي يعني نحن نكلم على دائل حكومي أو البيروقراطية محمد في الفصل صح؟ نصبت كنت أنا لم أختي يعني تكلمنا على بيروقراطية في الحقيقة محتاجين جهد أثكى جهد أثكى لتفتيت البيروقراطية وضمان أن هذه البيروقراطية لن تكون معاوقة أو مؤثرة على الأداء الحكومية أو على النجاحات الحكومية يعني أديك مثال على فكرة البيروقراطية موجودة في كل مكان يعني تروح أمريكا تروحي فرنسا هتلاقي بيروقراطية موجودة لكن نسبتها قليلة مقارنة بحجم الإنتاج أو حجم العجل إحنا عندنا الحياة مازالت بعض الرغم النجاحات في الحكومة الأتمامة وتسريع الإجراءات لكن مازال عندنا بعض طب دي جايبنين أنا في رأيي الشخصي زي ما قولنا عندنا قيادة سياسية وعية جدا وبتبث روح رائعة في الدولة وفي الاقتصاد champion أو political will موجودة وقوة لكن للأسف التأثير أو بنسميه trickling down effect أن التأثير من فوق ينزل لتحت شوية ضعيف محتاجين مع إجراءات تحسين الأداء الحكومي محتاجين إجراءات تكون شوية أسكى يعني محتاجين متابعة أكثر في طبيق يعني خلينا نقول مثلا إيه عندك مثلا متسوق السري متسوق السري أنا عايز رقابة مش عايز رقابة على خطط لا أنا عايز رقابة على الواقع على الواقع أنا عايز المسؤول ينزل ومش لازم الرئيس ينزل مش لازم رئيس الوزراء ينزل أنا عايز المسؤول ينزل عايزين نفتش على الأداء اليومي للمواطن جودة الحياة صحيح يمكن مسألة تنفيذ الإجراءات اللي بتتخذ بالفعل لكن التنفيذ على أرض الواقع بيكون مختلفة الإسرار على تنفيذه بالشكل المضابط في بنية تحتية رائعة لكن الأمور التشغلية صحيح البسيطة هي المحتاجين صحيح ننزل تحت صحيح ننزل تحت ونركز عليها صحيح القطاع الخاص إيه الأجندة اللي هو داخل بها المؤتمر وإيه المتوقع وإيه اللي هو يعني مستني من المؤتمر الاقتصادي علشان ينخرط في مسألة تطوير الصناعة في مسألة أنه نحن عايزين محفزات أكتر للمستثمرين نعم شوفي أنا تابعة البرزنتيشن والدراسة اللي قدمتها وزارة التخطيط الحياة كانت رائعة وكان فيها كثير من الشفافية والمكاشفة وأشرت إلى نقطتين مهمين إشراك القطاع الخاص والسيد الرئيسي يمكن وأنا أختار كلامي قاد ويقود ويقود معركة إدخال القطاع الخاص القطاع الخاص مش هيدخل إلا لو فيه بنية تحتية الدولة بازل البنية تحتية كبارة وبعض الأغراض يعني الأوساط المغردة وإحنا عارفين مش عايز أتكلم عنه بنية تحتية وبتصرف وبا يا جماعة مفيش دولة بتتقدم بنشوف وبنتابع وفيه تساؤلات بتبقى مشروعة من بعض الناس محتاجين لها إجابات وفيه بعض الناس أغراضها خبيثة مش فهمية يا جماعة مفيش وإحنا بنسافر وبنلف وكلمتي على البنك الدولي وأنا لسه جاي من بره مفيش دولة بتتقدم إلا بوجود بنية تحتية أنا مش عايز أسكر دول جنبينا في دول الخليج اللي عملت انطلاقة بنية تحتية السيد رئيس كان في دبي وأبي الشيخ محمد بن راشد وصحب السمو الشيخ محمد بن زيد وفاكرين هذه الصور لما كان يتجول فيه سيارة الشيخ محمد بن راشد في دبي فالدول اللي عملت ماليزيا بلاش جنوب أفريقية فيا جماعة يا شباب يا وسائل إعلام مفيش بنية مفيش استثمار بدون بنية تحتية إحنا كان عندنا بنية تحتية ضعيفة أو فقيرة لا تناسب حجم التحدي اللي إحنا عايزين نعمله وأنت لو عايز تعمل استثمار اعمل بنية تحتية فإنت عملت بنية تحتية النهاردة وسيد رئيس يمكن نادى بهذا من شهرين في أحد لقاته يقطاع خاص أنا محتاجه تدخله فعشان أرد على سؤالك يا هدير أنا محتاج القطاع الخاص يدخله وأنا قلت في بداية يا محمد لما قلت المتوسط نصيب الفرد من الاستثمار الحكومي عالي جدا عالي جدا لو نشوف كده الشرط اللي قدمته وزارة التخطيط لكن أنا محتاج القطاع الخاص يدخل بقوة طب أدخل القطاع الخاص إزاي أنا لو أن القطاع الخاص يعني يدخل في جميع المجالات في مدارس الحقيقة يعني في مدرسة تقولك أنا أدير القطاع الخاص وفي مدرسة تقولك زي كوريا مثلا تقولك احنا محتاجين مقافيا عندنا شامبيونز عندنا أبطال من القطاع الخاص يعني كوريا عاملت كده يا هونداي يا سامسونج يا 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 ادخلي في قطاعات وشدي انت قطاعات دي وأنا وراكي بدعابك في هنا وين وين سيتيواشن كل كسبان أنا كدولة كسبان لأن دخلت لي رسوم وضرائب وخلقت لي فرص عمل وعملت لي إيمج وصدرت لي نفس الوقت القطاع الخاص كسبان لأنه صاحب رأس المال كيف يتحقق هذا؟ أشكرك يا هدير أنا فاهم أن المؤتمر الاقتصادي مش عصاة صحرية لكن على أهل تحديد الاحتياجات علشان نشتغل عليها يا جماعة المؤتمر الاقتصادي ده لازم يعني وشيء ضروري جدا وشيء أساسي أن يتعامل كل فترة نحن نقعد نتكلم نحن في البيت حتى لا ما بنختلف نحن نقعد نتكلم نشتري إيه ولا ما نشتريش إيه طيب على مستوى الدولة محتاجين فالقطاع الخاص أنه ممكن ودي فكرة أنه نرجع أو نشتغل على اللي هما الأبطال الاقتصاديين يعني مثلا بدون ذكر أسامي يبقى واحد في السيراميك واحد في السجات واحد في البيترو كيمويات قطاع خاص بدون ما أقول أسامي ويرجعوا واحد في الإعلام قطاع خاص ودي له القوة ودي له الامباورمنت ودي له السلطة أنه هو يشتغل وادفعه بحيث أنه يبنيني قلاع اقتصادية ويساعد الدولة طيب عظيم جدا أنا عندي سؤال طيب أبدأينا حضرك بتقول التنفيذين على الأرض معلش اسمعي حضرك بتقول التنفيذين على الأرض المشكلة عندهم في بيروقاتية في بعضهم التنفيذين على الأرض الناس اللي بتقوم بعملية التنفيذ للقرارات اللي الرئيس بيصدرها واللي بتصدر من مجلس الوزراء في التنفيذ بتواجه صعوبة شوية في مسألة التنفيذ وحضرتك قلت لو سمحت لي أن احنا محتاجين شباب يكونوا موجودين فأنا هنا تذكرت على طول اللي بيحصل في حاجة كريمة والشباب هم اللي بيقوموا بتنفيذ هذه المبادرة وده جانب مهم جدا تعليقا على القطاع الخاص ودخول القطاع الخاص احنا لسه من أسبوع كنا بنشاهد فتح مجمع الرمال السوداء والرئيس بيقول يا قطاع خاص اتفضل ادخل في هذا المشروع بمنتهى الصراحة ايه اللي يمنع القطاع الخاص من الدخول فيه مشروع اتعملت له دراسات الجدوى وتحددت له الاحتياطيات منه وعرف حجم الإقبال العالمي على هذا المنتج وعرفنا بتدخل في صناعات ايه وتحددت المواقع اللي موجودة في مصر اللي فيها الرمال السوداء ايه اللي يمنع القطاع الخاص بمنتهى الصراحة احنا محتاجين يعني 20-30-40 رئيس عرفتاح السيسي تحت على بستوى تحت محتاجين ناس ما تخافش انت عندك بعض الوسائل الإعلام اللي بتروج على ان مصر لديها مشاكل اقتصادية فده بيخوف المستثمرين ولذلك هذا المؤتمر يمكن نقطة أشكرك يا هدير على سؤالك نقطة مهمة قوي هذا المؤتمر يأتي لضحض هذه الأكاذيب الناس كلها مجودة ومجتمع دولي رسالة واضحة رسا مبارح بتقولك بي بلس ده مش احنا ده لا عمر صالح ولا صباح غير مرض ولا تلفزيون ولا الحكومة بيستاندر رمفور اللي هي لا تجذب ولا تتجمل ولا هي صلاة مصلحة قلت لك انت مستقر بي بلس مستقر في بعض الدعاية ولذلك هذا المؤتمر مهم لكن نعمل ايه يا محمد عشان نرجع لسؤالك احنا مشكلتنا كلها تحت مش مشكلتنا فوق مشكلتنا في انك ازاي تخلق الدافع بعض المستثمرين وخلينا نتكلم بصراحة بعض المستثمرين مش لازم الكبار حتى الصغيرين ازاي تدخل لرئيس القطاع ازاي تدخل للهيئة ازاي تدخل للوزير ازاي تتكلم يعني الاكسس المداخل فيها تعقيدات شوي مش يعني خلينا نختار كلامي المداخل مش سهلة قوي لازم تعرف حد عشان تقابل رئيس هيئة او عندك مشكلة موظفين عملو لك مشكلة ازاي احنا عايزين تسهيلات اكتر في مسألة تنفيذ المشروعات عايزين انا هنا على بلاطة بصراحة عايزين تشامبينز زي ما عندنا كده رئيس قوي عايزين قيادات على المستوى اللي تحت تكون ما بتخافش قيادات تنفيذية ما بتخافش وعندها تجربة واجيب الناس اللي عندها تجربة وعملوا تجربة نجحة وعندنا في مصر كتير جدا احطهم وارى يا هدير وانا يمكن ده يعني فيجن او توجه خلينا اقول فكرة كده ظريفة ارجو ان من يحصل على منصب او وزارة يكون هدف الاستراتيجي الاول ليس فقط العمل دي نقطة مهمة لا يبني من تحت كتير من الرؤساء او المسؤولين بيجي عشان يشتغل ويطلع تقارير وده حقه لكن ارجو ان يكون ضمن اهدافه ده انه اهدافه عملية الاصلاح من تحت لان انت جاي قعد سنة سنتين تلاتة كمسؤول وهتمشي كالترخيرك انا عايز بقى ان تمشيت مين اللي تحت فانا لازم ابني مدارس لازم كل مسؤول وهو بيتعين اقول له مهمتك ان انا بعد سنة سنتين الاقي عشرين محمد بعد ما هتمشي عشرين محمد تحت يبقى انا بريت مدرسة فكرية ادارية زي ما كان فيه في الستينات او السبعينات او في بعض الفترات عندك مدارس فكرية موجودة اتشرابت لكن النهاردة خلينا نتكلم انا كده صنعت قائد يقدر لكن النهاردة تنزل عند الموظفين اللي تحت يقولك عم مش عارف ايه على قد فلوسك صح مش دل مش عايزين كده عايزين مصر كلها تجري عشان كده دايما بالندي بالقضاء على بريت مصر عايزين مصر كلها تجري وليس قائد فقط وبنتكلم عن الرقمانة علشان يكون ما فيهش يعني فيه تجاوز لمسألة الموظف اللي بيشتغل وليما بيشتغل لان الجهود اللي اتعمت في الدولة حقيقة صراحة في خلال التمان سنين دول فعلا وانا بلف العالم وبنشوف فعلا جهود جبارة وحرام وان شاء الله انكمل تاني يا دكتور عمر لما نعرف ايه التحديات اللي قدامنا ونشتغل عليها من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي هم شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا